موسيقى يعد ألم الكعب من المشاكل الصحية الشائعة في القدم إذ يرتكز الألم عادة في أسفل الكعب أو خلفه مباشرة أو على الجانبين حيث يمكننا تجنب الإصابة بتلك الآلام أو الحد منها بأربع طرق أولا تخفيف الوزن ولأن الوزن الزائد هو أحد العوامل لحدوث الآلام في الكعب فإن اللجوء إلى تخفيف الوزن يعتبر إحدى الخيارات الجيدة لتخفيف الألم حيث إن الالتهاب غالبا ما يكون في منطقة موضع الكعب إذ تبدأ ببعض الإصابات الطفيفة ثم تزداد شيئا فشيئا فإذا أردنا ممارسة الرياضة لأجل تخفيف الوزن فعلينا اختيار التمارين التي لا تؤثر على الكعب ثانيا اختيار الأحذية المناسبة لتقليل الضغط على الكعب مع تجنب لفس الأحذية ذوات الكعب العالي لفترات طويلة ثالثا التدرب على شد الأوتار وهذا العلاج يمكن أن يساعد في تقوية عضلات أوتار القدم وتقليل آلام الكعب ويمكن عمل هذا التدريب في المنزل من خلال الجلوس على الأرض ومد الساقي إلى الأمام واستخدام قطعة قماش لتثبيت أصابع القدم وسحبها باتجاه الجسم لمدة عشر ثواني مع تكرار السحب خمسة عشر مرة في الجلسة الواحدة رابعا أخذ حقنة سترويد موضعية إذا استمرت الأعراض يمكننا استشارة الطبيب المختص للحصول على الخيارات المناسبة للعلاج إذ يقوم الطبيب بصرف الأدوية المضادة للالتهاب أو إعطاء حقنة سترويد موضعية من أجل تخفيف الألم مع العلم أن هذه الحقن لا تعطى أكثر من مرتين في الشهر إذا كنت عاني من آلام في الكعب فلا تتركها حتى تصبح مزمنة بل قم بمراجعة الطبيب من حصول على الألاج المناسب دمتم سادمين